وهل يعني ابن جرير الطبري او ابن ابي حاتم او الحاكم او غير هؤلاء لا يعرفون ان القصة ليست صحيحة كما قلنا هناك قاعدة عند اهل العلم انه اذا اورد بالسند فخلص برئت زمته من التصحيح او التضيف طالما جاء لك بالسند جاء لك بالسند كما يقول اهل العلم من اسند فقد احالك من اسند فقد احالك اي احالك الى السند فلا تقول يعني لا يعلم لجري الطبري من العلماء الكبار وابن ابي حاتم والحاكم هؤلاء من السادة لكن هؤلاء على قواعد اهل العلم اذا اسند لك النص او الاسر فخلاص يبقى حالك الى السند وعلى الناظر ان ينظر في السند كما نفعل نحن الان